اشتركوا في القناة ويلتفت الى الكعبة وتدمع عينه ويقول والله انك لأحب البقاع الي ولو لان اهلك يخرجون الى ما خرجت نزلت عليه على الجبل تحديدا سورة ايش القصص سورة القصص سورة القصص معناها من مقاصدها هذا علم من علوم القرآن مقاصد سور القرآن هو ايش الثقة بوعد الله والرسول تنزل عليه السورة تذكر قصة موسى مع فرعون ولاحظوا ما ذكرت التفاصيل ذكرت ولادته وذكرت وانت رب وذكرت من الذي ارضعه وذكرت بعد ذلك زواجه من ابنة شعيب ثم اخر السورة اخر حزب او اخر ربع بالسورة تكلمت عن قصة قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه من الاخر الايات فهذه السورة سورة القصص تؤكد ثقتك يا محمد بوعد الله كيف الرسول طالع على الجبل بيروح الى غارثور في طريقة للهجرة وتنزل السورة شوفوا وهو يسمع قول الله تبارك وتعالى ام موسى الله يخاطبها فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في ايه اخرى ضعيه في التابوت تخيلوا ام والله يقول له حطي هالطفل اللي تنتظر تسعة اشهر الان انت مأموره تضعينه في تابوت في صندوق العقل العقل البشري يقول بان الصناديق لا يحفظ فيها الاطفال وتابوت بعد يعني يحكم الاغلاق تحفظ فيه الجثث حتى لا تتعفن حطيه في التابوت سمعا وطاعة حطته ظنت ام موسى ان التابوت قريب عندها عشان تفتحه وتخرج الطفل ويرضع ويشم هواء تنفسه وترجعه لا في امر ثاني يا ام موسى وشه القيه في اليم يا رب انا القي طفلي الرسول الان تنزل عليه السورة هذه في الهجرة كأن الله يقول يا محمد مر عليك ما مر على اخوانك من الانبياء يا محمد انت خرجت من دارك وموسى اخرج كذلك من داره اخرج اني لك من الناصحين يا محمد انت ولدت يتيما صغيرا ونحن كذلك جعلنا موسى اياما بعيدا عن امه يا محمد استمع الى هذه القصة ليهدأ قلبك ونثبتك الان القرآن منهج وانا اقولها الان لكل مصاب لكل مهموم لكل محزون لكل مديون لكل من تراكمت عليه الديون لكل شخص يجد في نفسه لوعة من اسعى اسمعوا هذه السورة والام تنظر وترع الطفل طيب القيه في اليم شوفوا القرآن بليغ الله ما قال ضعيح قال القيه يعني يرمى يحذف فيحمله امه تحمله امه اخته فترفع التابوت الصندوق وتلقيه في اليم تخيل الام ما يعرف هالمشاعر للامهات لا يعرفها الا الاباء والامهات الله يجعل والدينا ووالديكم في الجنة فتنظر الام والموج يلعب في هذا الصندوق وقلبها متقطع خايفة على الطفل ان يموت يقول الله لا ولا تخافي يا رب حتى الخوف انا اسلمت وامنت ونفذ حطيتها في الصندوق والقيت الصندوق في البحر التابوت لكن الخوف والله ليس اعتراضا انما خوف جبلي قال ولا تخافي طيب مني بخايفة لكن ابحزن على بعده قال ولا تحزني ثم يقولها الله بعدها إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنتم تخيلت الرسول يسمعها كأن الله يقول يا محمد حن رجعنا موسى هو طفل صغير في تابوت في صندوق في البحر إلى أمه وستعود إلى بلدك ولذلك جاء في آخر السورة في القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد شفتوا الآيات ومناسبتها والرسول يسمع الآيات تتلى في الحديث أن النبي يقول أن أم موسى وضعت موسى في أول النهار وقد أرضعته من ثديها الأيمن وما غابت شمس ذلك اليوم ولا جاع موسى إلا وهو يرضع من ثديها العيسر رده ربي ولا ما رده رده الله ولذلك الله قال ليش قال إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين قال الله بعدها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وش قال بعدها ولتعلم أن أيش أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وعد الله حق ولذلك والله الذي لا إله غيره أني أبشر كل محزون ومطرود ومبتلى وإخواننا المستضعفين في بقاع الأرض أقول اصبروا فإن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وسيأتي نصره وسيأتي الفرج واستقر النبي على الجبل بكل ثقة وهو يسمع القرآن لأن القرآن يا أمة القرآن القرآن منهج تربية القرآن يرسم لك الطريق ويعطيك الهدف ويحدد لك الوجه فإذا بالرسول يجلس ثلاث ليالي في الغار في غار ثور مع صاحبه أبو بكر وتنزل عليه الآيات لا تحزن إن الله معنا إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا تخيلوا ولما نزل الرسول يمشي في طريقه إلى المدينة شوف القرآن كيف أثر وكيف كان له أثر فإذا بسراقة يلحق برسول الله سراقة بعد ما ذهب الناس وقفوا عند الغار ما شافوا جعل الله بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشاهم فهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هم يشوفون المكان لكن الله أحال البصر من الذي يستطيع أن يجعل المبصر أعمى إلا الله من الذي جعل من عصى موسى ثعبانا من الذي جعل البحر يبسا من الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم من الذي جعل الحوت حضنا ودفءا ليونس عليه السلام الله جل في علاه هو الذي يجعل أبصارهم لا ترى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات سراقة شوفوا يلحق الرسول وأبو بكر مرة يجي على يمين القصة المشهورة مرة على يسار مرة من قدام مرة من وراء ليش يا أبو بكر قال إني أخشى أن يأتوك من الخلف فأكون خلفك أو من الأمام فأكون في وجهك أو عن يمينك أو عن شمالك فأحوطك يا رسول الله قال لها النبي صلى الله أو ترى يا أبا بكر أن تموت وأبقى قال نعم في ذاك أبي وأمي يا رسول الله أنا رجل ما أنا إلا رجل أموت رجل ما لي قيمة هذا من تواضع رضي الله عنه وأما أنتم موت ماتة الأمة يا رسول الله الرسول يقرأ القرآن واش كان يقرأ يقرأ هذه السورة القصص يقول أبو بكر فسمعته يقرأها شوي التفت اللي فيه فارس شيء على الفرس قال يا رسول الله إني أرى فارسا خلفنا ورانا فارس والرسول ما تحرك ولا التفت ولا اهتز عليه الصلاة والسلام اللهم اكفنيه بما شئت اللهم اكفنيه بما شئت اللهم اكفنيه بما شئت وسقط من على فرسه سراقة فارس شجاع إذا ركب على ظهر الفرس يمسك سيفين ولا يمسك للفرس زماما أبدا لأنه واثق من نفسه ويسقط على الفرس ثم يتقدم ويقول له ابو بكر يقول الرسول يا رسول الله إنه يقترب اللهم اكفنيه بما شئت يسقط ثلاث مرات فلما كان بينه وبين الرسول قرابة ظهر فرس يعني متل ونصف تقريبا التفت النبي إليه عليه الصلاة والسلام قال سراقة والله إني أعلم أنك رجل ممنوع أنا أعلان عندي ثقة أني مستحيل أمسكك لكني أريد شيئا أنا أغرتني قريش بمية ناقة ولا أبغى أرجع ما معي شيء عطني شيء يا محمد قال له الرسول إني أعدك سواري كسرى أنتم متخيلين كيف أثر القرآن قال له كسرى من فجال هارب وما معك إلا صاحبك وعامر بن فهيرها الراعي كيف تقول لي كسرى من كسرى الفرس قال نعم كسرى الفرس قال والله إني أعلم أنك رجل لا تكذب عرفناك صادقا أمينا فأعطيني ما يثبته كلامك لو رحت قريش محمد اللي في ظنكم أنه هارب يعدني سواري كسرى لن يصدقونني قال اكتب له يا أبا بكر قال وماذا قال اكتب من محمد بن عبد الله إلى سراقة ابن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام وخذ الكتاب راح ولم يسلم سراقة إلا يوم فتح مكة لما فتحت مكة وشاف الناس أقبلت على دين الله أسلم حتى التفت على العباس قال وعدني محمد وهو صادق أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله كيف يستطيع ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك سراقة خلافة أبي بكر وتوفي أبو بكر ثم أدرك خلافة عمر رضي الله عنهم وفي خلافة عمر فتحت المدائن في فارس وأخضرت الكنوز وكان على رأسها السوارين ودخل أبو بكر المسجد وشاف الذهب وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين سراقة والتفت الصحابة سراقة داخل المسجد بعصاء كبير وشاب رأسه ودق عظمه وانحنى ظهره وذاب جلده ويتقدم سراقة قال أعطني كتاب رسول الله الذي أعطاك يوم الهجرة جبه يقول فأخرجته من ثوبي حاطة من شدة حفظه له فقرأه عمر على المنبر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعيدك محمد سواري كسرى والسلام ثم قال عمر صدق صاحب هذا المقام صدق صاحب هذا المقام قم يا سراقة واخذ السوارين التي وعدك بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقة ومعرفة القرآن وأن نعيش القرآن موسيقى اوه موسيقى صاحب hears